اجرت وزارة الصحة الاسرائيلية تغييرات اضافية في خطة فتح جهاز التعليم بواسطة تعديل خطة الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا بهدف السماح للمزيد من الطلاب بالعودة الى المدارس قريبا وجاء قرار الوزارة بعد مطالبة رؤساء سلطات محلية برتقالية بوضع حل ملائم لجهاز التعليم في ظل وضع انتشار الفيروس فيها وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزارة الصحة ابلغت المسؤولين في مركز الحكم المحلي انها ستصدر قائمة معدلة يتم من خلالها ضم بلدات اخرى بامكانها فتح المدارس بموجب خطة رمزور